تبدو هذه الطفلة سعيدة وهي تمارس ألعابها وهكذا البراءة لكنها لا تعلم أنها وأفراد أسرتها العشرة مهددون بالمبيت بالعراء جراء تراكم إجار الدكان الذي يتكدسون فيه الحاج صالح المسوري والد الطفلة مسته شضايا قذائف صالح والحثي وأصابه الفقر وناله الحصار فهو بلا عمل منذ الحرب فقد خدم في نظافة مدينة تعز ثمانية عشر عاما وهو في الدكان ذاته نحن في البيت مننا عشرة مع الأب والأم والآن حصلت شضايا في يدي اليسار تعبان لا أقدر أشتغل لا أبز يدي لا فوق ولا أقدر أشتغل مع الناس ولا المهم شيء بحالة حالة بعدما بقت هذه القضية قام رأى على البيت قال لي أخرج ولا أودك إيجار وأخرج بمساحة ثلاثة مترات بإحدى المباني بمنطقة الضبوعة بتعز قد لا تكفي البعض مجلسا لمشاهدة التلفاز لكنها هنا للنوم وإعداد الطعام وما تبقى منها دورة للمياه أيضا المطبخ هنا والحمام هنا وإحنا يعني كامل نرقد هنا وراء البيت اشتغل من بداية الأزمة كأننا ندفع والآن لما قال الحرب دفعناها لـ 53 ألف عدو ماش راضي يقول لنا خرقوا اشتغل المواطن المغلوب على أمره في المدينة المحاصرة يكافح من أجل الماء والخبز والحطب وتارة من أجل الإجار أما كسوة العيد فحلم بعيد المنال هذه الأسرة وغيرها كثر بمدينة تعز يدفعون ضريبة حرب عبثية شنتها ميليشي صالح والحوثي على المدينة لأكثر من عام حرب أكلت الأخضر واليابس أمين دابوان يمن شباب تعز